بس إحنا عوزين نعرف إيه فعلاً اللي بإحنا عايزين نقطع بقى عرق في الموضوع ده إيه اللي بيتشاف أكتر بجد سيزن رمضان ولا الحاجات الأوتوف سيزن؟ هو سؤال لطيف جداً هو كمان حوديد الشنزلزي كان أول مساء يعني من الأوائل مسلسلات الأوف سيزن اللي عملت سيزن جديد اللي هو بقى فيه سيزن في شهر نوفمبر كده الناس بتفرج على مسلسلات بحس إن الأوف سيزن بيتشاف مش أكتر بيتشاف من ناس حبة التلفزيون أكتر يعني ناس مهتمة بالمسلسلات وخصوصاً كمان في يعني موعيد العرض بقت متاحة قوي بقت بيتعاد كتير ونزل على منصة رقمية كمان فطبعاً ده بيسهل أكتر بكتير على القلب يرحمنا من الإعلانات يعني دي طبعاً ميزة من الإعلانات فكرة بشوف الحلقة على بعضها فكرة بشوف الحلقة على بعضها وبشوف كم حلقة أوراً بعد يعني كمان أنا كمان شخصية مكنتش بعرف أستنى تاني يوم وكده ففكرة إن انت بتاقف تجمع حلقتين ثلاثة أوراً تشوفهم دي فكرة رطيفة ففكرة الأوف سيزن هنا كانت مهمة جدا النقطة تانية من برسبكتب تانية ومن زاوية تانية بقى بصتش على الموضوع كمان إنه السيزن في حاجات بتتزلم يعني يمكن كان حظي حلو إن مسلسل عملت جدل وناس عجبها وناس ما عجب عايش وكان فيه خلافات وناس أيوة سعب بس دي بسموها مشاهدة سلبية بتعمل الدجة دي بتعمل مشاهدة برضو بتعمل بتعمل دعاية أصدق أه فهي بتعمل بس أنا أصدق إنه الناس أكتر بتشوف بس مثلاً في عشرين مسلسل نزدوا في رمضان مطلبش أنا مع حاجة صح تختاري خمس ست مسلسلات فلو حظي كان حلو وتفرقت على مسلسل كنا به في مسلسلات حلوة جداً والكرافت حلو قوي لكن مش بياخد الحظ إنه يتشوف صح فبحس إن الأوف سيزن بيبقى عندك الفرصة لو عامل الكرافت حلو أو لو عامل عمل جيد هتتشوف هتتشوف طيب بس إنت قلت حاجة مهمة قوي قوي مور أستاذ ما قف عندها إن إنت لما بتكون طبعاً كل المسلسلات بدون استثناء بتبقى بتكمل تصوير في رمضان ده معروف يعني مهما كان الإسكادي والمحترم ومعمول كويس وبادين بدري وكل حقل اللي لازم تكمل في رمضان معاً ده أنا بجد ما كملتش في رمضان أنا مخلص قبل رمضان بخمستاشر يوم إيه ده كنت لسه هقول أسألك وأقولك برفع عليك طبعاً كنت لسه هسألك وأقولك الحاجات السلبية اللي كانت بتيجي على المسلسل وإنت شغالك بتأثر عليكو إزاي لا خالص أقولك الحاجة أنا الموضوع كان عندنا بالعكس إحنا إحنا طبعاً فيه فيه أمور ناس ما خلتش بالها منها إحنا فركشنا مسلسل بسبب الكورونا إحنا خلصنا بدري خوفاً على فريق العمل طبعاً كانت الكورونا في عزها رمضان جي في إبريل وكان في مارس اللي قبله على طول في مارس بدأ الإغلاق بقى طبعاً بدأ بقى الإغلاق وكده وإن لي وإن لي وإن لي وإن لي وكان بدأت الخوف يزيد قوي فكان عندنا قرار إن إحنا هنخلص المسلسل هنيجي شوية على شوية حاجات عشان نخلص المسلسل عشان اكروه إحنا معنا أكتر من 100 واحد شغال وصحتهم عند شركة الإنتاج أهم بكتير من أي حاجتين فقوم إحنا بمسرين وبيسافروا بيروحوا وييجوا في كذا عمل فكان القرار إن إحنا نخلص وفعلاً خلصت أنا خلصت قبل رمضان ب15 يوم عشان أبقى جاهز بقى للإددت ده يعني 100 وش قاعد لحد 28 رمضان أه نحن سلات كتير يعني فوقفوا كمان غزباً عنهم لأن هم كمان وقفوا 3 أسابيع الكورونا وعز الكورونا عز الإغلاق فوقفوا خالص فكمان كانوا بديم متأخر فكان غزباً عنهم وأنا يعني بصراحة أي حد نزل مسلسل في رمضان أياً كان أنا بقول له شكراً وشابهو وبرافو لأن إنت نزلته في عز الضغط وفي عز الألم وفي عز الناس كانت بتبقى عدف بيتها متدلعة أو يعني متطمنة الناس محتاجة تتونس وتتفرج على حاجات فكل اللي نزل ده فدائي يعني بيقدر سلك